أهلا الإخوان ومرحبا بكم في هذا الفيديو واللي هنجاوب فيه على واحد السؤال جاني من ثلاثة الناس تقريبا في الانستغرام ديال واش هاد الوقت كافي إلى بدينا فيه فأنا سبق لي هادرت فيديوهات و هادرت فيها على فاش كان تباقى 4 شهور وفاش كان تباقى 3 شهور وتباحنا تقريبا 82 يوم واش هاد الوقت كافي للناس اللي ما بدوش فهنجاوب على هاد السؤال هذا ومرحبا بجميع الأسئلة ديالكم الإخوان أنا معكم تل آخر نهار الجيهاوي فاللي كيعجبو هاد الكون دوني يشترك في القناة هاد الفيديو برعاية عرض الجيهاوي اللي درت اللي فيه المواد بربعة اللي بغايل تحق بينا مرحبا عرض الجيهاوي مفتوح دابا إلا عندك الجيهاوي هاد العام أو إلا عندك باقي حر علمي وبغيتي توجد الجيهاوي هاد العرض غادي نفعك بزاف فيه المواد بربعة الاجتماعيات التربية إسلامية العربية والفرنسية المواد ديال الجيهاوي كاملة في هاد العرض سنشرح الدروس كاملين في فيديوهات على طول السنة ستستفد من شرح الدروس وشرح الروايات والمنهجيات كذلك سواء لديك سيزيام يعني او لديك حر علمي ستستفد من هذا العرض اللي حبي تسجل في العرض ديالنا يتواصل مع هذا الرقم على الواتساب وسيجاوبك على طريقة تسجيل وكل شيء سنكون معاك على طول العام حتى النهار ديال الجيهوي مهم الإخوان كيف ما قلت في القناة الثانية البارح هذا الوقت كافي لكم يلك انتو كتخدموا بواحد الطريقة اللي غادي نعطيكم في هذا الفيديو واللي هي ربع أيام ربعات المواد يعني اللي بغا يمشي مزيان ارى عشرين يوم كافية لكل مادة ولكن ما تخدمش كل مادة في عشرين يوم خدم بتتابع يعني المادة الليولة في النهار الأول المادة الثانية في النهار الثاني والمادة الثالثة في النهار الثالث والمادة الرابعة في النهار الرابع ومن اللي تسالي ربع أيام دخل في 4 يام خراب نفس الترتيب اللي بديتي به بديتي بالاجتماعيات من اللي تسالي 4 يام بدأ بالاجتماعيات ودوز التربية الإسلامية مثلا في النهار الثاني والعربية في النهار الثالث والفرنسي في النهار الرابع اللي غنقول لكم الإخوان هاد الوقت كافي لكم بدأوا دابا وحاولوا تتركزوا على والمنهجيات والأمور اللي غادي تصادفوها في الامتحان الجهوي راديجا كانت في الامتحانات الجهوية السابقة فاللي غيخصكم هو تشدو طريقة دي الإجابة على الأسئلة تفهموهم صورة يوسف تكونوا حافظينها الإخوان اللي ما حافظها شي زرب عليها اللي ما حافظها شي زرب عليها في هذا رمضان واللي غنقول لجميع الإخوان ما تبقى وش تسولوا هاد السؤال دي واش تخدم تحطيتي وعرفتي أن عندك جهوي ما تبقاش تسول واش هاد الوقت كافي بالعكس ذاك الوقت اللي غتضيعوا في التفكير على واش الوقت كافي هو فين تبدأ هو فين تقدر تستدرك ذاك الشي اللي ما خدمتيش في الدورة اللولى ولا اللي ما خدمتيش قبل فالإخوان الوقت وباش ننظر معكم بشكل واعي الوقت اللي باقي كافي ما تخليوش تالي عشرين يوم ولا خمسطاشر يوم هاد الوقت اللي عندكم دابة أحسن فترات تقدر تخدم فيها وتبدا فيها هي دابة طبعا الحال كين الناس اللي بدأوا بكري وانا كنقول لهم برافو على الانتباه ديالكم من اللي بدأوا ولكن هاد الوقت بالضبط زوين بزاف الناس اللي يلا بدأوا تنقول لها لكم من دابة كافيكم الوقت طبعا انه من هاد الناحية ديال الوقت خدموا بواحد طريقة تكون مرزنا تكون يعني بتأني مهم خذ وقتك الكافي راي عندك الوقت الكافي وانا كنقول لكم الاخوان من هنا اه بالنسبة الخدمة في العرض رايك يشوفوا بلا هنا ومكي يخدوا بزاف المعلومات في واحد الوقيتها يعني سريعة كيت تحدك شي كيت تكونصومها وهد شي باش باش زوين انك يعني تكونصومي المعلومة بالزربة لاني لا خليتي تال الوقت الخار غايقوا ويعليك المعلومات ما تعرف اين جهات صد واش الدروس ديال التربية اسلامية ولا الفرنسي والاجتماعيات ولا يعني الامور اللي متعلقة بالمصطلحات الاجتماعيات تفهمها لاش كتعني باش تفهم الدروس اصلا فالاخوان حاولوا انكم تختصروا الوقت الوقت احسن وقت يقدر يبدأ في الانسان كان قولها لكم من هنايا حسب تجارب سابقة في الاعوام اللي فات فهد السؤال هدا ما غديش نعود نجاوب عليه بشي فيديو اخر لكن شي حاجة تكنيك وشي حاجة رغاني نديرها في فيديو مون بغتي نسد هد القوس هدا ثلاثة الناس قريبا اللي كانوا سولوني في الانستغرام وبزاف ديالناس كي سولوا في اللايب ديالبارح وبالنسبة للناس اللي بغاو يلتحقوا القناة التانية ركن حطفاتها هي مرحبا بكم ونتلقى في الفيديو الجاي شاء الله في رواحكم وخدموا الله وفقكم كاملين شكرا لكم على الاستماع وإلى اللقاء